تتخذ ميليشيا الحوثية الإرهابية شهر رمضان المبارك الذي يتوجه معه كل اليمنيين لممارسة طقوسهم الدينية ويقبلون على العبادات التي أعتادوا أن يعيشوا روحانيتها منذ قرن من الزمن فرصة لفرض شعائرها الطائفية الممنهجة على السكان في كافة مناطق سيطرتها أساليب مختلفة مارستها الجماعة الحوثية حق الدين ابتداء من منع قيام صلاة التراويح في المساجد مرورا باقتحام المساجد واختطاف من يرفضون تعاليمها وكذلك إكراه المواطنين على حضور فعاليات تعبوية وصولا لقيامها بتأخير موعد أذان المغرب وإجبار الناس على الإفطار مع ظهور النجوم وفق المعتقدات الإيرانية انتهكات لا حصر لها ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها طالت المواطنين والموظفين الحكوميين في صنعاء ومدن أخرى لإخضاعهم لسماع محاضرات يومية لزعيمها وإجبارهم على حضور أمسيات وبرامج تعبوية وتحريضية تقييمها الميليشيا في عموم مديريات العاصمة صنعاء مصادر مطلعة ذكرت أن تلك التحركات الحوثية بإجبار المواطنين لحضور كل فعالياتها الطائفية والسلالية وكذلك أمسياتها التحريضية والتعبوية طالت أيضا منذ مطلع شهر رمضان ما تبقى من موظفي قطاعات الدولة لإجبارهم على حضور جميع تلك الأمسيات سواء في المساجد أو في مقر أعمالهم ونقاط تجمعات تحددها الجماعة ونشرت الميليشيا من تسميهم بالمشرفين الثقافيين على مستوى الأحياء والمربعات السكنية في عشر مديريات بالعاصمة صنعاء بهدف مساعدة مسؤولية الأحياء الموالي لها على إقناع السكان بحضور أمسيتها وفعاليتها التحريضية ترجمة نانسي قنقر